كشفت مواقع إعلامية لبنانية أن رئيس التيار الوطني الحر ووزير الخارجية جبران باسيل رفض التنازل عن مقعد وزاريا في التشكيل الجديد للحكومة لصالح حزب القوات اللبنانية هذا وأفادت مصادر إعلامية بتحركات لإحياء جبهة الرابع عشر من أذار التي تضم تيار المستقبل والقوات اللبنانية وكذلك الحزب التقدمي الاشتراكي في ظل التعنت الذي يلقونه من قبل فريق الثامن عشر الثامن من أذار والذي عطل أعلان تشكيلة الحكومية قد لا يتصاعد الدخان الأبيض قريبا تبشيرا بتشكيل حكومة جديدة في لبنان رغم مرور أكثر من شهرين على تسمية سعد الحريبي لكن العقادة الداخلية أفضت إلى تحالفات جديدة يشبهها البعض بتحالفات الرابع عشر من أذار فالحزب التقدمي الاشتراكي يجد نفسه على مسافة واحدة من القوات اللبنانية والفريقان يتهمان الطيار الوطني الحر بمحاولة سرقة إنجازاتهما النيابية هناك تقاطع إيجابي كبير بيننا وبين القوات اللبنانية وبين مع طيار المستقبل في حقيقة العدد كبير من الملفات الداخلية والإقليمية وطبعا هناك أيضا تفاهم باحترام نتائج الانتخابات النيابية فيما يتعلق بالتمثيل الوزاري طيار المستقبل رغم انفتاحه على الفريقين يرفض تصنيفه ضمن أي استفافات داخلية دولة الرئيس الحريري عم بحاول يقرب وجهات النظر بين كل الأطراف السياسية هو حريص على أنه يشكل حكومة توازن حكومة توافق وطني وهو عنده قناعة وإيمان بالقوات ولا بالاشتراكية بحصصهم هذا الحرف ولا مرة شهد تراجعات هو الحقيقة أنه صار فيه شهر عسل ما بين طيار المستقبل والطيار وطني الحر من مال وما بين القوات والطيار وطني الحر بفترة أو أخيك من ميلتاني فإذن فريقين من الثلاثة كانوا يحاولوا يعملوا تقارب جد وفيما يطالب الحزب التقدمي الاشتراكي بثلاثة وزراء يصر الطيار الوطني الحر على إعطاء وزارة للنائب الدرزي طلال إرسلان أما القوات اللبنانية فتطالب بأربعة وزارات رغم إسرار الطيار الوطني الحر على حصة من ستة وزراء ويأتي التأخير بتشكيل الحكومة في وقت يحتاج فيه لبنان إلى حكومة جديدة لتحريك العجلة الاقتصادية من بيروت غنوية تيم العربية وأيضا من بيروت ينضم إلينا الآن وليد فخر الدين عضو الأمان العام السابق لقوة 14 من أذار أستاذ وليد نصر خير أهلا بك معنا في نشرة المساء هل الجو السياسي اليوم إلى جانب الجو الاقتصادي ربما وحتى الاجتماعي يمهد لنشوء قوة 14 من أذار جديدة؟ لا بهذه اللحظات لا وجود لتحالف سياسي واضح وعريق كما حدث بين استشهد الرئيس رفيق الحرية يوم تلي حدثت الانتفاضة اللبنانية أو ثورة الأرز وكانت 14 دار لكن اليوم هناك قوة سياسية تشعر أن هناك شخص يريد قلب الطاودة هو فريق عيش جمهورية وطنية وطنية حر متمثلا بالوزير باسيد اللي بده يعيد إعادة صياغة تركيب السياسية اللبنانية بحيث أنه يضمن لهذا الفريق كل الحصة السياسية ويلغي الآخر هناك موقف موحد اليوم من حزب القوات اللبنانية الحزب تقدم الاشتراكي وترى المستقبل الذين هم ملتزمين أساسا بسياسة إقليمية واضحة يعني لا خلاف على الموضوع السوري على الموضوع العربي بس هنا نفسهم سيد وليد هناك تباعد عن الموضوع الإيراني هنا نفسهم كانوا القوى الأساسية بقوى الرابع عشر من آذار يعني شو المانع أنه هلأ يشكله تحالف جديد حقيقة ما في مصلحة سياسية اليوم بتحالف لأنه فيه دخل عامل جديد بالواقع الداخلي اللبناني هو موقف دولة رئيسنا بهبارة يريس حركة أمل اللي هو يختلف عن قوى رفاقنا السابقين في قوى 14 دار ولكنه ملتزم معهم بموضوع مجابهة هذا الهجوم على السياسة اللبنانية الذي يقوده الوزير بسيل أكيد أنا لا أقول بقية لحظة أنه الخيارات السياسية تبدلت لا أحزاب 3 أو أحزاب 14 دارة 3 ولكن أقول الجو السياسي لم يوصل إلى هذا الحاد حيث أنه هناك شعور أنه دولة رئيس الحريري بعده عم بحاول يحافظ على شروط التسوية اللي أتت بجنرال ميشيل عون إلى رئيس الجمهورية لحد هذه اللحظة لا قرار بالمواجهة الكاملة أعتقد أن تأذيف الحكومة لن يقوم في لا أسابيع ولا حتى أشهر القادمة سيأخذ الموضوع كثير من الجدال عمر تأذيف الحكومات في لبنان تعودنا عليه أن يدوم أشهر طويلة الملفات لن تحل هناك عقد نسمع عنها في الإعلام وهناك عقد فعلية إلى علاقة بالواقع السياسي وبالدور الكبير الذي يحاول أن يلعب حزب الله في السياسة اللبنانية وهذا التقاطع الكبير بين الوزير هنا نسأل عن الشارع أيضا لأنه في ضغوط اقتصادية وفي ضغوط سياسية حتى على المدنيين على اللبنانيين بشكل عام هل يمكن أن يستمر هذا الصمت بالشارع على كل هذا التأخير؟ هناك عملية شراء وقت تقوم بها بعض القوى السياسية بالأليف الحكومة بالقول أن هناك جو ما يذاع أن بعض الحلول أصبحت موجودة إلى ما هناك أعتقد أن الوضع الاقتصادي وخاصة واقع النقد في لبنان المتأزم سيشكل حالة ضغطة ولكن ببداية الشهر العاشر مع عودة المديرس وبداية الوضع الاقتصادي مع انتهاء الصيف وأجواء الصيف والمغتربين وإلى ما هناك في لبنان هناك سيبدأ الملفات المتأزمة بهذه اللحظة لكل حادث حديث ولكن هناك تقارب اللي فينا نقوله اليوم يمكن بإيجابية عند 14 أدار أن هناك في تقارب إلى حد كبير بين مكونات رئيسية أسست لتحالف 14 أدار عبر الأيام شكرا جزيلا لك من بيروت كان معنا وليد فخر الدين عضو الأمان العام السابق لقوى 14 من آذار شكرا جزيلا لك 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 شكرا جزيلا لك